لتنظيم الاهلي للمباراة العالمية الكبيرة اللي هتجمعه مع أتلتكو مدريد إن شاء الله يوم 30 ديسمبر الجاري في أستاذ برج العربة باش مهندس تحت شعار السلام واللي بتدعو للتضامن يمكن دي لقطات من لقاء الوزير مع الكابتن محمود الخطيب ويمكن حصل اتصال بيني وبين المهندس خالد عبد عزيز راجل سعيد جدا بهذا التعاون وسعيد بالروح الطيبة جدا اللي بتسود الوسط الرياضي وعنده سعادة غامرة بالتجربة الديمقراطية والحراك الديمقراطي اللي حصل في كل الأندية طبعا وخلص مرحلة كانت تبدو صعبة للغاية وكل شكك إنها هتمر بسلام يعني وأصعب المعارك اللي خضها بالتأكيد كانت معركة النادي الآلي مع اللجنة الأولمبية وما حدث في التصويت حتى على لقاية النظام الأساسي ولكنه استطاع في الآخر نتيجة يعني أنه أكد على موقف الدولة القوي وأن القانون لما يعني بيتاخد بيتاخد عشان يفعل فهو أكثر ناس سعادة أن الأمور انتهت على هذا النحو وكمان أنا في مدخلة مع صديق إبراهيم فايق فبيقولي أنا جايلي معالي وزير يعني بعد هذه المدخلة كضيف تقوله عايز يبعث رسالة طمأنة أن الوزارة في ظهر الأهلي ومع الأهلي في مباراة أتل الكماندريد لأنها مع الأهلي لأنها مباراة تحت شعار عالمي وأنها هتكون محطة أنظار العالم وأن الأهلي يسعى الحصول على أكبر قدر من الدخل عشان كله مهدى إلى أسر شهداء الإرهاب فأن نحن نلعب مع السلام ضد الإرهاب وأن في رسالة باللغة العربية يسجلها كل لعبي أتلتكم مدريد والحرص على أن يتزمن الإعلان بين الأهلي وأتلتكم مدريد في ذات التوقيت عشان الرسالة توصل واللي حييجي بكامل نجومه فمش أقل أننا احتشد جميعا مسؤولين وجماهير وأعلام مع النادي الأهلي مش هنقول خلفه لأن كل ده حيبقى شركاء الأهلي في تقديم هذه الرسالة العالمية في أحلى صورة وده الكلام الإيجابي لأنه لو نتذكر البرنامج الانتخابي أو برنامج العمل اللي كان طرحه الكابتن محمود الخطيب وقيمته كان فيه إشارة واضحة جدا على ضرورة تفعيل الدور المجتمعي للنادي الأهلي النادي الأهلي بقيمته وبشعبيته وبجمهيريته وبتأثيره في مجتمعه وزي ما حضراتكم لمسينه وشايفينه ما ينفعش يبقى معزول عن قضايا وطنه وما ينفعش أبدا ما يسهمش بهذا القدر الكبير جدا في خدمة قضايا مصر فبالتالي كانت بداية هذا التفعيل تبني الأهلي لهذه المباراة اللي تفاعل معها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الأمانة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية اللي وضع هذه المباراة كاملة تحت رعايته وتحمل كل تكلفتها علشان تقام بمشاركة نجوم الأهلي مع عدد من نجوم العرب بالذات من الجول العربية يا أستاذ إبراهيم الجميل في الموضوع أهدى المباراة للأهلي لينظمها وفي برج العرب في الدولة الرقم واحد في العالم التي تحارب الإرهاب فهذا دعم وأيضا هدية لحبيبه النادي الأهلي وحبيبه الأصغر كابتر محمود الخطيب يقول له إحنا معاك اشتغل والأهلي حيبقى متصدر الأخبار العالمية في هذا الحدث فأعتقد أن بداية جميلة نرجو أن المباراة تيجي هو تليد كومدريد حيلعب مباراة جدا حيلعب مباراة جدا والرسالة اللي جاية جاية جدا حيجي فول تيم وهو عارف الفصولات اللي حصلت لرومة والريال مدريد مع الأهلي فهو جاي يلعب مباراة جدا وهو في رأيي حيكون أشرس الفرق اللي قابلناه لأنه فرقة تجمع بين القوة والجدية والمهارة يعني فرقة رزلة بترزل على برشلونة على بايرن على الريال ففرقة هتلعب بجدية شوفوا يعني حدث زي ده فيه كم رسالة الرسالة الأولى تفعيل الحس الشعبي في مكافحة الإرهاب أنه النادي الأهلي ينظم المباراة في برج العرب ويطلب حضور ستين ألف متفرج عشان الكل يلعب تحت شعار السلام عشان الكل ينتبه ويتيقص جيدا لخطورة ما يحاق بمصر من قبل العناصر الشريرة الإرهابية ده إيقاظ للحس الشعبي ده حس لكل الجهود الشعبية والجماهيرية للتكاتف وأن مصر وحدة وحدة وإشعار الناس كلها أنه البلد كلها صف واحد في مواجهة هذا الخطأ النقطة الثانية رسالة للتضامن العربي لما ييجي نجوم من السعودية ونجوم من البحرين ونجوم من الإمارات وهي الدول السلاس المتشاركة مع مصر في الدعوة ضد الإرهاب ومكافحته والذي واخدين الموقف الإقليمي القوي جدا للدول الأربعة فيتم ترجمة هذا التضامن العربي الرباعي في شكل مباراة الرسالة للأخرى رسالة عالمية رسالة عالمية للعالم كله من خلال أو عبر مباراة كبيرة مع نادي كبير يقول للعالم كله أن مصر بتلعب من أجل السلام أن العرب متوحدين بهدف السلام وأنه بيدعو العالم كله للتكاتف ضد الإرهاب فشوفوا مباراة واحدة فيها كام رسالة الرسالة من اللعبين باللغة العربية مش باللغة الأسبانية أو الإنجليزية أو الفرنسية باللغة العربية يعني ولذلك اتأخر الاعلان عن مباراة ثلاثة ايام يبدو كان بيحفظوهم الجمل طبعا مؤكد عشان تطلع بالشكل يؤدي الرسالة بطريقتها السليمة عشان كده كانت زيارة الكابتن محمود الخطيب للوزير المهندس خالد أبعزيز للاتفاعلة كده والحقيقة المهندس خالد أبعزيز بيأكد على دعمه الكامل ومساندة الوزارة للنادي الاهلي في انجاح هذا المهرجان بكل مضامين وخاصة انه تم الاتفاق على ان ايراد هذه المباراة بالكامل صحيح انه المستشار تركي قال الشيخ ابدى استعداده لتحمل كافة تكاليف هذه المباراة لكن كمان الايراد بالكامل النادي الاهلي اعلن عن توجيهه لسندوق اسر او رعاية اسر الشهداء شهداء الارهاب اه بس في نقطة كمان من الزيارة دي فيها زكاء لان انت الوقت الماتش ازا ده بروتوكوليا هيبقى صعب اه طبعا فانت لازم تشرك مؤسسات الدولة عشان تقول لك مين كبار الشخصيات اللي هتحضر وبرتوكوليا يتعاملوا ازاي اه فوزارة الشباب هتكون ايضا معنية كلمني انا شخص مسؤول استاذ محمد كساب مكلفه لساعدة الوزير قال عاديين ننصق عشان نحط الكلام ده من ناحية البرتوكوليا مع بعض كساب وكيل وزارة الاعلام في الوزارة المسؤول الاعلام اه طبعا عن الاعلام في الوزارة طبعا ده معناه ايه ان مش عايز تسيب حاجة للصدف او لسوء التأويل او ان واحد يقول لك مخدتش رأي فلان ليه هتروح لاصحاب الشأن وتساعدهم وممكن جدا لو في حد من الوزارة يعني باستمرار هتجد الشخص المعني من المكان مشارك في هذا الحدث الموقع الرسمي للنادي قال ان النادي الاهلي وجه الدعوة الى سلسة لعبين جدد من نجوم الكرة العربية للمشاركة معه في هذه المباراة الودية العالمية الكبيرة اللي هتكون يوم 30 ديسمبر ان شاء الله امام قتلتكم مدريد اللاعبون اللي وجهت لهم الدعوة هم تيسير الجاسم لعب النادي الاهل السعودي واسامة هساوي لعب الهلال السعودي واحمد الفريدي لعب النصر السعودي يبقى ثلاث لعيبة من الاندية السعودية الاهلي كان وجه الدعوة لستة اخرين من مختلف الاندية العربية الاماراتية والسعودية والبحرينية التلات دول الشريك الكبير مع مصر في مكافحة الارهاب في المنطقة العربية فهد المولد من نادي اتحاد جدد السعودي احمد خليل لعب الجزيرة الاماراتي عمر عبد الرحمن عموري لعب نادي العين الاماراتي اسماعيل مطر نجم الوحدة الاماراتي سيد ضياء نادي الرفاع البحريني واسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحريني اذا تلات لعبين ثم ستة لعبين يبقى فيه تسع لعبين عرب حيكونوا مشاركين مع الاهلي حيثت حيكونوا مرشحين لان يكون فيه يعني تجمع دولي خليجي ارجو انه يسمح باكبر عدد من هؤلاء اللاعبين ان يشاركوا لان فيه متخباتهم هتكون اسماعيل اللي متقدم واحد سفر على الزمالك دلوقتي احنا في ديها كم بداية الشهد التاني طيب انت عايش النتيجة ايه انا عايز لها لكس الاسماعيل بيقدم موسم كويس قوي اه اه في افضل حالات ديها اتنين وستين دلوقتي طيب كامل طيب اه المهرجان هيقام في هذه المباراة ايضا فيه مهرجان فني هيحييه نجوم الفن والغناء محمد حمائي ورابح صقر واحمد الهرمي ووليد الشامي اه بتقام ايضا في هذه الاعتفالية كان فيه كلام ان الجسمي كمان قد يكون موجود يعني تماما بس ده تحسبه مصر ولا تحسبه اماراتي ده بالنسبة للمهرجان الود العلامي الكبير جدا اللي حنتبعوا مع حضراتكم باذن الله في كل حلقة من الحلقات القادمة لغاية لما نقول الوضع هيبع عامل ازاي واتمنى ان كل من يمكن ان تتاح له الفرصة ان يحضر هذه المباراة في ملعب برج العرب يريد الملعب يكون مليان او العدد اللي ممكن يتم السماح به امليا بصرف النظر بقى ان كنت التذكرة خلي بالكم ان دي مباراة ليه هدف ليه هدف يعني ربما التذكرة يعني تكون اعلى سنة الله اعلم لكن اذا كان هكذا يبقى تفهم مباراة لها هدف وده اقل حق لذات لانه الاهلي يوم 29 يعني يوم الجمعة قبل المباراة 24 ساعة هلعب مع بيت رجي دي مشكلة فنية بقى دي عند الكابتن حسين عشان كده مشاركة اكبر عدد من النجوم العرب ربما للاستفادة من جهودهم في هذه المباراة العالمية لانه لعبة الاهلي الاساسيين حيكونوا مشاركين قبلها بيوم فقط امام بيت رجيت في الدوري وفي محاولات لنقل مباراة بيت رجيت الى ملعب برج العرب عشان يفضل فريق الاهلي موجود في نفس المكان ما يكونش مضطر للسفر في نفس يوم المباراة يعني حل احد الحلول طيب ارعد بقى دوري ابطال افريقيا